ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش الإسرائيلي شن خلال اليومين الماضيين غارات جوية مكسفة على أهداف في قطاع غزة وأفدت صحيفة القدس بأن الجيش الإسرائيلي شن ضربات على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة وقال الجنش الإسرائيلي إن الطائرات الحربية الإسرائيلية ضربت العديد من الأهداف التي يدعي أنها تابعة لحماس في قطاع غزة بما فيها مراكز قيادة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم السبت أن إسرائيل ستعزز ضرباتها على قطاع غزة لزيادة الضغط على حماس وتقليل المخاطر إلى أدنى درجة وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية للأنباء أن الجيش الإسرائيلي شن السبت جولة جديدة من الغارات الجوية على العديد من الأجزاء في قطاع غزة بما فيها المباني المدنية مما أسفر عن مقتل خمسين شخصا على الأقل وإصابة العشرات الآخرين بجروح وأعلنت حركة حماس إطلاق صواريخ تجاه تل أبيب ردا على استهداف المدنيين وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن العديد من الأماكن في جنوب إسرائيل بما في ذلك مدينة أسدود الساحلية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي أن الأماكن الكثيرة في وسط إسرائيل تعرضت لهجمات صواريخ حماس ودوت سفارات الإنذار في العديد من الأماكن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أذى وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالقتال حتى النصر في غزة مما يشير إلى عدم توقف القصف العسكري أو التراجع عن الهجوم البري المتوقع للقطاع بعد أن أفرجت حماس عن رهينتين أمريكيتين وذكرت تايمزوف إسرائيل يوم السبت أن الجيش الإسرائيلي قال أنه يستعد للتحرك برا في قطاع غزة وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الجيش الإسرائيلي يوم الحادي والعشرين أن الجيش أجرى منورات بذخائر حية وقام هيرتسي هليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بزيارة تفقدية للقوات على الجبهة الأمامية قائلا أن الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة للقيام بالمهام الخاصة لتدمير أفراد حماس والبنية التحتية لحماس